في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام تتزامن الأحداث القاسية على بلد الرافدين يتصدر هواباء كورونا لكن الزيارة التي صور من خلالها العراقيون من جديد صورة تعايش الوثيق حين امتزجوا في طيف وطني واحد من الأعظمية إلى الكاظمية يحيي رئيس الجمهورية برهام صالح الجموع الحاشدة ومواكب العزاء القائمة في خدمة الزائرين والقوات المسلحة كل هذا يضيف إلى روحانية المناسبات الدينية التي تتزامن بعد أيام من مغادرة بابا الفاتيكان أرض البلاد في أول زيارة تاريخية أكد من خلالها على السلام رسالة وتطبيقها وعلى جسر الآئمة الذي يحاول بعض المخربين قطع طريقه الذي يربط العراقيين جسدا واحدة لكنها محاولة بائسة يؤكد رئيس الوزراء أن إلقاء قنبلة يدوية على الجسر لن تثني العراق عن المضي في طريق الوحدة محاولة بائسة لصنع فتنة بين العراقين برمي قنبلة يدوية على الجسر الأمة الجسر الذي به رمزية عالية تتزامن مراسم الزيارة للإمام الكاظم عليه السلام أيضا بخطوات ثابتة ينجز العراق من خلالها الانتصار على الإرهاب ومحاولة الخروج من مؤامرات عابذة في الأفق فإن ثمت جهد عال بذلته القوات الأمنية لإنجاح الزيارة التي ظهرت فيها الأعظمية والكاظمية بمشهد بهي ورسالة إلى اتخاذ الإمام الكاظم عليه السلام قدوة في الصبر والحكمة والإنسانية التي تبني بيت الإخاء والعلياء بعد زمن مثقل بالهدم والشقاء ترجمة نانسي قنقر